بايدن طبعا يصافح الهواء للمرة الثانية في الأسبوع تدول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن يظهر من خلاله أنه يصافح الهواء عقب انتهاء كلمة أدل بها أمس حول خفض التكاليف على المستهلكين في كوليت غرين ريفر بواشنطن ويشار إلى أن هذه الفيديوهات تأتي بعد نحو عشرة أيام من مقطع فيديو آخر أشعل تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إذ ظهر بايدن يصافح الهواء بعد خطاب تناول فيه عددا من القضايا بالبلاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر عدة تعليقات وتساؤلات حول السحة العقلية للرئيس الأمريكي وكان في وقت سابق صرح عضو المجلس النواب الأمريكي الطبيب السابق في البيت الأبيض روني جوكسون بأن القدرة العقلية الرئيس الأمريكي جو بايدن تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وقال النائب الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري في أمريكا في حديثه لوسائل إعلام أمريكية أن بايدن يظهر سلوكا غير مناسب في الفترة الأخيرة مضيفا أن الرئيس يجب أن يكون واعيا ويدرك تماما ما يحدث في الوقت الذي يوجد فيه احتمال لزاع مباشر مع طبعا روسيا ولفت إلى أنه ينبغي على بايدن أن يخضع لفحوصات صحته العقلية وينشر نتائجها مثل ما فعل مع الرئيس السابق دونالد ترامب حيث يكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفعل مغردون عليه بسبب ظهور الارتباك والحراء على بايدن